يعني أود تصحيح بعض المصطلحات والعبارات المملكة لم تقدم مليارات لمصر ولا مساعدات ولا معونات هذه المرة هناك شراكة اقتصادية واستراتيجية هناك مشاريع هناك استثمارات المملكة لم تقدم مليارات على سبيل الهبة وإنما هناك استثمارات هذه الاستثمارات ستحقق النفع المشترك والمتبادل وبناء عليه لا يجب أن نطرح سؤال ما الثمن كنا نطرح هذا التساؤل في العلاقات المصرية الأمريكية كانت أمريكا تعطينا المعونة وتحصل على مقابل سياسي وأحيانا عسكري وما إلى ذلك لكن العلاقات المصرية السعودية وصلت إلى مرحلة سيد عبد الفتاح لما نتحدث عن استثمارات مثل ما يقال بمعنى أن تأخذ وتعطي معه نعم هي win-win relation يعني هذه المسألة مكاسب متبادلة ومصالح متبادلة يعني ما ستحصل عليه المملكة العربية السعودية من مصر هو أن المستثمرين السعوديين والمملكة سوف يحققون أرباحا هذا من جهة ثانيا أن العلاقات الاستراتيجية وعلاقات التفاهم الاستراتيجي بين البلدين ستتعزز من خلال التحالف الإسلامي الذي تشارك فيه مصر أيضا مع المملكة العربية السعودية أيضا التقارب السني في مواجهة الأطماع الإيرانية ليس فقط في الخليج العربي ولكن في المنطقة برمتها أيضا حالة الاعتماد على الذات التي بدأت تتجي إليه المملكة ومصر وبعض الدول في المنطقة بعد أن بدأ جليا أن الولايات المتحدة تنقل مركز استراتيجيتها من الشرق الأوسط والخليج العربي إلى شرق آسيا حيث التهديد الصيني المتصاعد اشتركوا في القناة